السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طالبات وطالبات الصف الثاني السنوي في مادة التاريخ المراجعة النهائية على قناة ايديوفرس النهاردة هنتطرق لأهم النقاط الموجودة في كل درس مقرر علينا الوحدة الثالثة عندي مصر والدول المستقلة مكونة من ثلاث دروس الدرس الأول مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة والدرس الثاني مصر في عصري الطلونين والإخشدين والدرس الثالث مصر في عصري الأيوبين والممالين خلينا نتطرق للدرس الأولاني أنا عايز أقول لكم ما تنسوش أن الفاطمين مش مقرر علينا ملغي علينا الترمدة مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة بدأ فكرة دخول مصر إلى الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل كتاب إلى المقاوقز حاكم مصر بيدعو فيها إلى الإسلام وأعيد التفكير مرة أخرى في فتح مصر بعد إتمام فتح الشام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتعالوا نشوف أحوال مصر كانت قبل الفتح الإسلامي كانت عاملة زي مصر كانت ولاية رومانية منذ عام 30 قبل الميلاد ووقتها عين الشعب جدا من فرض الضرائب الباهزة اللي فرضها رومان على المصرينين وكانت مصر بالنسبة لروما مغزا لمد الغلال ووقتها كمان فقد المصرين حريتهم الدينية والعقائدية وتعرضوا لكثير من الظلم والقهر حتى اضطر الكثير منهم إن هما يهربوا ويختفوا في الصحراء زي بن يمين بطريق الكنيسة الأرثوذكسية اللي ظل مختفي من بطش الرومان لمدة 13 عام في الصحراء ولم يظهر إلا بعد الفتح الإسلامي لمصر تعالوا بقى نشوف إيه هي عوامل فتح مصر أول حاجة العامل الديني وذلك عملا بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت دافع لفتحة من وازع ديني لنشر الدعوة الإسلامية ولتصبح مصر سندا قويا للمسلمين تاني حاجة عندي العامل الحربي والهدف منه إن أنا أأمن الفتحات اللي كانت في الشام وفلسطين من ناحية الجنوب الغرب لأنه وقتها الروم كانت موجودة في مصر كمان أأمن المدينة النبوية لأنها قريبة من القرزم ومن المتوقع يحصل هجمات من قبل الروم على المسلمين تالت حاجة العامل التاريخي وهنا مصر كانت على صلة بالعرب منذ القدم عن طريق سينة من الشمال والبحر الأحمر من الشرق وظلت الصلة دي مستمرة حتى قبيل ظهور الإسلام طيب تعالوا بقى نشوف كل الدوافع دي قرر وقتها الخليفة عمر بن الخطاب يفتح مصر بعد عقد المؤتمر الجابية سبعتاشر هجريا ستمية تمانية وتلاتين آآ ميلاديا أولا نعايز أقول لك مؤتمر الجابية ده آآ في مقولة قالها آآ عمر بن العاص لعمر بن الخطاب عشان يقنعه بفتح مصر قاله إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم وهي الأكثر آآ الأرض وعجزها عن القتال والحرب لأنه وقتها الرومان كانوا في نهايتهم كانوا في مرحلة ضعف آآ والمصرين كمان ما كنوش هيقوموا بالعكس لو عايزين أي حد يقلصوا من بطش الرومان طيب مراحل فتح الإسلامي لمصر أولا صار عمر بن العاص بعد ما أخد آآ آآ التأكيد من آآ عمر بن الخطاب وصار من قيصرية بفلسطين معا أربع تلاف آآ مسلم واتجه إلى العريش وفي العريش ما حصلش اشتباك مع الروم آآ فأخدها عمر بن العاص دون مقاومة ثم اتجه إلى الفرمة لا في الفرمة بقى يعتبر أول موضع من أرض مصر آآ اللي حصل فيه اشتباك آآ عمر بن العاص مع الروم وحاصرها لمدة شهر ولكن في الآخر أخدها عنوان بعد كده واصل آآ ان هو عمر بن العاص ياخد اتجاه الصحراء الشرقية آآ طريق الصحراء وقتها هنا آآ الروم ما عندهمش آآ خبرة في الصحراء فدي كانت نقطة كويسة لصالح المسلمين وخطة محكمة ان يحصل المفاجأة الحربية على الروم آآ واجه وقتها عمر بن العاص قائد آآ البيزانسي الأرطابون واللي انتهت بها زيمة صاحقة للروم وآآ قتلى وأسرة آآ من قبل الروم بعكها واصل ان هو يتجه ناحية النيل لحد ما وصل لقرية أم دانين آآ اللي استطاع عمر بن العاص الاستلاء عليها بعد ما فر الرومان منها إلى حصن بابليون وهناك في حصن بابليون بيتواجد المقوقس حاكم آآ مصر وهنا بعد وقتها عمر بن العاص يصلب من عمر بن الخطاب المدد وقتها كان رد آآ عمر بن الخطاب فيما معناه معاك آآ رجل بألف آآ وهو آآ الزبير ابن العوام وعندي آآ عبادة بن صامت والمقداد ابن عمر آآ ابن عمر وآآ مسلمة ابن مخلد وصل وكمل عمر بن العاص إلى حصن بابليون وحصل لمدة سبع شهور أثناء الحصار بقى قرر المقوقس حاكم مصر البيزنطي أنه يدخل فيه مفاوضات مع المصري المسلمين وأرسل الرسل لعمر بن العاص وبالهدف منه أنه يطلع على حالة الجيش آآ الإسلامي وبرضه عمر بن العاص أرسل رسل إلى آآ المقوقس بيرد عليه آآ أنه الدخول في الإسلام أو الجزية أو القتال بعد كده أرسل عمر بن العاص ذات نفسه رسل إلى المقوقس وجعل على رأسهم عبادة ابن صامت لما دخل المسلمين مع عسكر الروم المقوقس هاب يعني خاب كده من عبادة ابن صامت لأنه لسواده المفرط وطوله الشديد يعني وكان وقتها عمر بن العاص إدى القرار أن عبادة ابن صامت هو المتحدث فوقتها المقوقس قرر أنه يتجهل كده عبادة ابن صامت يعني لأنه خاف ولكن الرسل اللي معاه أكدوا أنه إحنا بنستفيد منه ونلجأ الوقت ما بنحتاج رأي أو حاجة وأنه الأمير هو اللي ميز دوناً عننا والأسود ده أفضلنا رأياً وعلماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا يعني قعدوا يمجدوا في عبادة ابن صامت فجرت المفاوضات وانتهت على صلح بين الطرفين أن يلتزم الأقباط أنهم يدفعوا دينارين عن كل رجل بالغ وطبعاً أي حد القادر أو الرجال أو نساء أو شيخ ما يدفعوش وتبقى الروم في أرضهم وأموالهم على ما هي والعرب ما يتعرضوش ليهم ولا يقربوا منهم والمقوقس أرسل إلى هراقل حاكم الروم وقتها بيقول له الاتفاق وقتها هراقل اتهم المقوقس بأنه هو متقاعس عن حماية مصر ومش عايز يدخل في قتال ووقتها فيه جزء مش عليكم بس عشان تعرف إزاي حصل صلح الأسكندرية مع المقوقس هراقل نفى وعزل المقوقس ولكن بعد وفاة هراقل رجع تاني المقوقس إلى حكم مصر وبعدين حصل صلح الأسكندرية بعد كده طال الحصار لمدة 14 شهر والزبير بن العوام طلع على الحصن بيكبر فظن الروم أنهم المسلمين اقتحموا ففروا هاربين وهنا دخل الزبير والمسلمين الحصن وفتحوه واقتحموا بعد كده وصل عمرو بن العاص لأن الروم هربوا وفروا على الأسكندرية فزحف بجيش ووصل إلى الأسكندرية بعد عدة معارج داخل مصر وفرض عليها الحصار لمدة 14 شهر وتحصل الروم بالأسكندرية وانتهت إنه قدر إنه يسيطر ويدخل بقوة الأسكندرية بعد كده حصلت هدنة بين الطرفين اللي اسم صلح الأسكندرية 21 هجريا إن يتم فيها هدنة لمدة 11 شهر ولا يقوم أحد من الأطرفين خلالها بأي عمل حربي ضد الآخر ويتم ترحيل الحامية الرومانية من جهة البحر وهم آمنين سالمين ومعهم جنودهم وأملهم كل حاجة أما الناس اللي هتتاجي نحية البر فهيدفعوا جزي عن شهر لأن مدة الخروج من مصر إلى روما هو مدتها شهر ودي كده أراضي مصرية فاللي هيمشي على الأراضي المصرية يدفع لها الجزي وقالا يعود الروم مرة أخرى إلى مصر أو يفكروا حتى أن هم يستولوا عليها والكنائس المسلمين ما يتعرضوا لهاش ويبقى اليهود طيب عشان يضمن المسلمين أن الاتفاقية دي تتم فأخدوا زي ما نتقال كده رهن أخدوا 150 جندي روماني و50 مدني لضمان تنفيذ الاتفاقية بعد كده عندي أصدر عمرو بن العاص بيان أظهر فيه تسامحه مع المصريين وألغى كل أنواع درايبة اللي فرضها الرومان عليهم وأمن المصريين على عقائدهم وعلى أموالهم وأعرضهم وأولادهم وكل حاجة وقتها تعهد إلى البطريق بن يمين وجميع الأقباط أنه يحميهم ويأمن عليهم وما يزهمش ورجع بالفعل بن يمين لرئاس الكنيسة كبطريق عليها وأدرك وقتها أن الفتح الإسلامي أو الدين الإسلامي هو من استماحة عايز أقول لك تعالي نشوف بعد كده نظام الحكم والإدارة في عصر الولامة أولاً مصر عندي كانت متأسمة إلى قسمين مصر العليا ومصر الصفلة وكل قسم عندي متأسم إلى كور والكور كان عددها تمانين وكل كور متأسم إلى كورة وكل الأقاليم دي كلها تحت سيطارة أو تحت سلطة الولي ولاد مصر في عصرين الخلفاء الراشدين والأمويين من العرب وبدأ الاعتماد على غير العرب في العصر العباسي تعالي ما نشوف الولاة بتوع مصر في عصر الكلفاء الراشدين كان عددهم خمسة أشهرهم عندي عمرو بن العاص عمرو بن العاص بنى مدينة الفسطات كعاصمة مجرد ما رجع من الأسكندرية في المكان اللي حط فيه الفسطاتة بتاعته اللي هي الخيمة بتاعته بنى مدينة الفسطات وبعد كده بنى المسجد الجامع اللي هو جامع عمرو بن العاص وده من أوائل المساجد في أفريقيا واشتغر بتاج الجوامع وما كانش بس للعبادة فقط ولكن ان هو كان مكان لطلاب العلم والغرباء والكتاب وكان مركز للعلم وبيجتمع فيها الشيوخ والأسدزة بكل الطلاب وكمان مقر الكثير من المعاملات والعقود والمبادلات اللي بتتم بشكل عفوي بين الناس بعد كده حفر خليج أمير المؤمنين فكر عمرو بن العاصم يقترح على عمرو بن الخطاب ان يرجع حفر القناة اللي هي اسمها خليج تراجان أيام الروم اللي بتربط بين النيل والبحر الأحمر فالخليج سمح له وبالفعل حفرها وسمها خليج أمير المؤمنين واللي ترتب عليها انتهار الفسطات وانتعاش حركة التجارة فيها وجريت السفن ووصلت حتى لحجاز محملة بالبضائع تعالي بقى نشوف عندي بالنسبالي الولاء في عصر الأموي كان عددهم 26 والي ومن أشهرهم عندي عبدالعزيز ابن مروان ومن أهم أعماله إن أقام قنطرة على خليج أمير المؤمنين بطرف الفسطات عام 69 هجرية وكمان اهتم بالزراعة وبنى من قياس للميم وقام بتوسيع جامع عمرو بن العاص واتخذ حلوان مركز ودار له عام 73 هجريا ونقل معاه وبيت المال إليها أما بالنسبة للولاء في عصر العباسيين عندي فكانوا في عهد الخليفة المعتصم بالاعتماد على الأطراق في حكم مصر الخليفة المعتصم اعتمد على الأطراق في حكم مصر وعندي خلال العصر العباسي التاني كان كثرة تغيير الولاء في مصر في مدة قصيرة أثناء الحكم وخشة طبعا أنهم يستولوا على مصر ويستقلوا بها تعالوا بقى ناخد الدرس الثاني مصر في عصري الطولونيين والإخشدين أدى ضعف الخلافة العباسية خلال العصر العباسي التاني إلى سيطرة القادة الأطراق على أمور الدولة وبدأوا يستقلوا بالولايات اللي تحت حكمهم وأقبل وقتها الولاء على حكم مصر وإنهم ينفردوا بها عن مركزية بغداد وده العدة عوامل عندي قوة مصر الاقتصادية وتأثيرها على اقتصاديات الخلافة اللي هي كلها وموقع مصر المتميز وبعدها عن على عاصمة الخلافة اللي هي بغداد وطبيعة عندي شعب مصر وما يتميز به من طيبة وما يلئ إلى المسالمة شعب الطبيعة هو ما بيحبش الحروب من أبرز الدول عندي المستقلة اللي قامت من مصر واستطاع مد نفوزهم إلى الشام والحجاز هي عندي الدولة الطولونية لو بصنا من خلال مفتاح الخريطة اللي قدامنا هنلاقي إن اللون الأزرق ده كده أو اللون الموف الفاتح هي دي مساحة الدولة الطولونية تمام ووصل حد دمشق وشاملة حتى كمان بلاد الحجاز وبعد دمشق من حمص لحد المنطقة اللي بين نهرية دجلة والفراط دي أنا عندي دي المنطقة اللي زي ما بتقال كده نزاع بين الطولونيين والخلافة العباسية ومنطقة الصغور دي منطقة الحدود مع الدولة البيزنطية طيب خلينا بقى نحن نتطرق لمؤسس الدولة الطولونية أحمد ابن طولون من أصل تركي جاء إلى مصر نائبا عنده أمه بايك باك التركي اللي عينه الخليفة العباسي والي عليها أثبت مهرته في معالجة الأمور وظهرت شخصيته القوية في أنه هو يواجه المشكلات وادرته على القيام بأعباء الحكم وقرب إليه مجموعة كبيرة من المصريين واختار منهم طبقة كبيرة جدا ضموهم إلى الحشة بتوعه ومن خلالهم كان بيعرف نواحي القصور في إدارة البلاد بعد وفاة بايك باك عام 256 هجريا و870 ميلاديا عين الخليفة يرجخ صهر أحمد ابن طولون فكتب يرجخ الأحمد ابن طولون قال له تسلم من نفسك إلى نفسك بعد وفاة يرجخ تولى أحمد ابن طولون ولاية مصر مباشرة من قبل الخليفة العباسي شخصية أحمد ابن طولون وعوامل تثبيته هي الشخصية الطامحة للحكم والسلطان وضع مصر السياسي والاقتصادي وأهميتها وضعف الخليفاء العباسيين وعدم تمكنهم من السيطرة على أطراف الدولة وكمان معاناة الخلافة العباسية من الثورات في مختلف البلدان الإسلامية طيب أحمد ابن طولون وإزاي مد نفوزه للشام أحمد ابن طولون كان عايز يمد نفوزه للشام عشان يوسع الدولة بتاعته فخرج بجيشه لدمشق ودخلها وأمن أهلها وصار منها إلى الثغور وأنا قلت لك الثغور دي المنطقة لها الحدود مع الدولة الجيزانتية لحد ما وصل إلى ترصوص ودخلها وأعلن الأمام فيها وجلس في مسجدها الكبير بيقضي حاجات الناس أما بها ابن خمروي ابن أحمد ابن طولون تولى بعد وفاة أبيه الحكم فرأت الخلافة العباسية بس هي دي الفرصة السانحة إنها تسترد مصر والشام من يد الطولونين ولكن خمروي نجح في الانتصار على قوات الخلافة طلب خمروي أنه يعمل صرح مع الخليفة العباسي المعتمد ورحب الخليفة بده وبعدين خمروي تمتع وقتها بالاستقلال ونفوس كامل على مصر والشام والثغور بعد ما جوز بنته قطر الندم من الخليفة العباسي المعتمد يبقى هنا عمل صلح وكمان عمل مصاهرة مع الخليفة العباسي طيب أسباب ضعف الدولة الطولونية وسقطها كسرت المنازعات والصرعات بين أبناء البيت الطولوني بعد مقتل خمروي خمروي بعد مراح بدأت الدنيا تبقى فيها صراع على الكرسي تدخل وقتها الجند والموالي والغلمان اللي هو الموالي اللي هم الغير العرب في شؤون الداخلية للدولة الطولونية ما بقاش بقى الطولونيين بقى نفسهم ده حد تاني هو اللي عن حاشر أنفه في التفاصيل وفي شؤون الداخلية رغبة الخلافة العباسية أنها تستعيد نفوذها في مصر والشام نيجي للدولة التانية وهي الدولة الإخشدية تعالى بص من خلال الخريطة اللي قدامك ومن خلال مفتاح الخريطة هنلاقي أن اللون الأخضر هي الدولة الإخشدية وحنلاقي أن اللون الأورنج أو اللون البرتقاني ده هي منطقة النزاع بين الدولة الإخشدية وبين خلافة العباسية والصغور هي برضو نقطة الحدود أشر حكمها محمد بن طغش الإخشيد وكافور الإخشيدي محمد بن طغش الإخشيد هو المؤسس للدولة الإخشدية من أهم أعماله أنه وطّت نفوذه بمصر وقضى على الأمراء المنافسين واللي بيسببه لي زعزعة في الحق إعادة الأمن والنظام بعد صده لهجمات الجيش الفاطمي طبعا على مصر اتخذ من مدينة العسكر عاصمة لدولته يبقى خد بالك أنا في الدولة الطلونية قلت لك الفوسطات هنا في الدولة الإخشدية العسكر وسعى كمان محمد بن طغش الإخشيد أنه يستقل عن الخلافة العباسية تعال بقى نشوف عندي كافور الإخشيدي كان وصي على أبي القاسم أنجور وده ابن محمد بن طغش الإخشيد وكان صغير الثاني وبالتالي أصبح الحاكم الفعلي للبلاد عمل وقتها على أن يضبط أمور البلاد وإقرار الأمن فيها ويسيطر على مقاليد الحكم ولذلك لم تتدخل الخلافة العباسية في أمر مصر أسماء حكمه وظلت مصر والشام والحجاز تحت حكم الإخشدين طبس إزاي سقطت الدولة الإخشدية؟ قال لك استطاع الفاطميون بقيادة جوهر استقلي إنهم يدخلوا مصر عام 358 هجرية وأسقاط حكم الدولة الإخشدية وأسقاطوا معها تبعية مصر للخلافة العباسية طيب تعالي ناخد بقى الدرس التالت خد بالك أنا فيه درسة قبليه اللي هو ترتيبه التالت اللي هم الفاطميين بس إحنا متشال عشان مش مقرر علينا فالدرس اللي بعد كده المقرر علينا مصر فيه عصراء الأيوبيين والمماليك يعد عصر دولتين الأيوبيين والمماليك اللي تاني نشأت في مصر اللي تنين نشأت في مصر ودول من أهم العطور الدولة الإسلامية مش في مصر وحدها بل في الشرق الأدنى ليه؟ لأنهم حملوا على عبقهم إنهم يدفعوا عن الإسلام والمسلمين بجيشهم القوي ضد أي خطر وفي الدرس ده أنا أتعرض للخطرين الخطر الصليبي والخطر المغوين أول حاجة الصليبي إيه هي الحملات الصليبية؟ ألك هي حملات حربية قدها من نسيحيين غرب أوروبا على المسلمين في الشرق بهدف ينتزعوا الأراضي المقدسة المتحية من أي دين ويعتبروها دي حرب مقدسة شايف من خلال القريطة اللي قدامك أنا أتطرق لها أسباب أصلاً الحروب الصليبية على الشرق الإسلامي ليه اللي الصليبين عايزين يعملوا على الشرق الإسلام؟ أولاً أربع أسباب سياسية ودينية واقتصادية واجتماعية سياسية رغبة الأمراء بأوروبا في إنشاء إمارات مستقلة ليهم في الشرق الأمراء عايزين إمارات ليهم في الشرق طب دينية قال لك البابوية اللي موجودين في الغرب عايزين يستولوا على أراضي المقدسة اللي موجودة في الشرق طيب الاقتصادية قال لك النبلاء والفرسان في أوروبا عندهم رغبة في أن هم يحصلوا على الخيرات والممتلكات بتاعت الشرق طب الاجتماعية أقنان الأرض اللي هم العبيد عايزين يخرجوا من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية اللي كانت طحينة في أوروبا ويبدأوا زي ما تقال كده يرتقوا بمستواهم المعيشة اندفعت الحملات الصالبية عندي على شكل موجات متتالية ابتداء من عام 490 هجريا 1096 ميلادية مستغلية اضطراب الأوضاع في العالم الإسلامي وتفكك القوى الإسلامية في العصور الوسطى قبل مجيء الحملات الصالبية واللي متمثلة في حقتين الخلفاء العباسينين والانقسامات السياسية الخلافة العباسية في بغداد كانت ضعيفة ما كانش فيه خلافة قادرة انها تفرض سيطرتها على مقاليد الحكم على الدويلات اللي هي مسيطرة عليهم وما كانش فيه جيش قوي تحت قيادة الخليفة يقدر انه يقف قدام الزحف الصالبي فده كان عامل قوي جدا لصالح الصالبيين اما تاني حاجة الانقسامات السياسية حيث انقسم الشرق الأدنى وتفككت القوى السياسية به إلى الدولة الفاطمية الشيعية اللي موجودة في القاهرة كان وقتها بدأ الشيع ينتشر في القاهرة والامارات السلجوقية في بلاد الشاب وده سهل على الصالبيين انتصارهم في حملاتهم الأولى اللي من خلال الخريطة هنلاقي ان عندي الحملة الصالبية انتصروا على المسلمين بسبب تفوق عددهم وانعدام المقاومة في امارات الشاب والحروب الداخلية بين الأمراء الصلاجقة واستطاع الصالبيون انهم يعملوا ثلاث امارات ومملكة صالبية دي النتائج بتاعة الحملة الصالبية الأولى اللي هي امارة الرهى امارة انطاقيا امارة طرابلس ومملكة بيت المقدس نجي نشوف الجهات ضد الصالبيين من خلال الدولة الزنكية والدولة الايوبية والدولة المملكية اولا الدولة الزنكية نسبة الى عماد الدين الزنكي احد اتابكة قادة العسكر الصلاجقة وكان امير للموسر ادرك وقتها ان الوحدة هي السبيل الوحيد عشان يطرد الصالبيين فضم حلب وحمية وحمص الى حكمه واستطاع ان يسترد اولى الامارات وهي امارة الرهى عام 539 يجريا 11-44 ميلادية بعد كده كمل عماد الدين الزنكي الزحف على المعاقل الصالبية لكن استشهد على يد احد ممليكه الخيانة موجودة عام 541 هجريا 11-46 ميلادية جه من بعد ابن هنور الدين محمود تولى مهمة النضال وكفاح ضد الصالبيين بعد استشهاد ابيه عماد الدين زنكي فطلع وقتها الى ضم مصر لانه ادرك وقتها اهمية موقعها وامكانيتها البشرية والمدية استغل فورتة النزاع بين الوزيرين شاور ودرغام شاور استنجد بيه بنور الدين محمود فارسل اسد الدين شيريكو لمصر ومعه صلاح الدين الايوبي وقتها نجح فين هو يسقط الخلافة الفاطمية ويرجع مصر للخلافة العباسية اللي هو المذهب السن بدل الشيعي وبعدها توفى نور الدين محمود فاصبح صلاح الدين عندي هو السلطان الفعلي لمصر واخذ على عاطقه عندي مواصلة الكفاح ضد الصالبيين ويبدأ هنا عندي دور الدولة الايوبية تعالوا هنا بقى نشوف دور الدولة الايوبية اللي هي تمثل في كفاح صلاح الدين الايوبي وخلفاءه ضد الصالبيين انهم يتصدوا لأربع حملات صالبية تعد من أهم الحملات وأكبرها وواصل صلاح الدين عندي جهوده من أجل إقامة الدولة الايوبية وتوحيد الجبهة الإسلامية من مصر والشام والعراق وشبه الجزيرة عشان يطرد الصالبيين المحتلين لبلاد الشام فكان عمل دورين دورين أساسيين الدور الأول دور دفاع ضد الصالبيين عشان يعرف قدراتهم وامكانياتهم وخلالها عمل مدنة مع بلدوين الرابع مدتها خمس سنوات عشان يتفرق لتوحيد قوى المسلمين دور الهجوم بعدما خلاص فرغ أو بدأ أنه يتفرق لتوحيد الجبهة الإسلامية قام بتعبئة شاملة لجميع قوى المسلمين وكافة الموارد البشرية والمادية والمعنوية وأخذ يتأهب ويستعد للمعركة الحاسمة وهي معركة حطين خمسمية تلاتة وتمانين هجريا حدوش سبعة وتمانين ميلادين الأسباب بترجع للسياسة أرناط المستفزة اللي تمثلت فيه خارق للهدنة اللي عقدة صلاح الدين مع بلدوين الرابع ملك بيت المطر عن طريق أنه يهاجم قافل حجاج المسلمين ويحاول الاستلاء على مكة والمدينة طبعا نتيجة المعركة دي حصل هزيمة للصليبيين وهزيمة صاحقة وتم استرداد بيت المقدس ورفع الروح المعنوية للمسلمين وأصبح الصليبيين في موقف الدفاع بدل من الهجوم واستحال بقاء الصليبيين في بلاد الشام وهنا أصهرت أهمية الوحدة بين المسلمين وقدرات صلاح الدين العسكرية والقيادية خليني بس أن أنا أقول لك على أرنات أن أثناء المعركة من نتائجها أن وقع ملك بيت المقدس جاي لوسجنان وكبار الأمراء والفرسان أسرق بما فيهم أرنات وأرنات لما هاجم القوافل واستولى على الأموال بتاعتهم صلاح الدين وقتها قال رجع اللي خدته ولكن وطلق كمان صراح الأسرق صمم أرنات على موقفه فأقسم وقتها صلاح الدين إن هو حيقتله بإيده لو يعني لما يقع أسير إن هو حياخد حق القوافل والحجاج المسلمين منه وبالفعل لما ويعوا أسرق عاف صلاح الدين أيبا عن كله معدى أرنات قتلوا وفقا للقسم اللي هو أقسم عايزة أقول لك موقف صلاح الدين من أهل بيت المقدس إن هو عفى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأمولهم وأعفى الغير قادرين والشيوك والنساء والأطفال من دفع الجزية طيب في حصلت حملة صليبية آآ تالتة آآ محاولتها للصليبيين وما يسيطروا على بيت المقدس ولكن هنا القائد بتاعها كان ريتشارد قلب الأسد آآ ملك إنجلترا وفليب أغسطس ملك فرنسا وفردريك برباروسا إمبراطور آآ ألمانيا وهنا آآ نتائجها فشلت بسبب مقاومة صلاح الدين وعقد صلح الرملة بين آآ صلاح الدين وريتشارد في حتاشرة اتنين وتسعين اللي نص على احتفاظ المسلمين ببيت المقدس مقابل إن الصليبيين آآ ليهم حق تأديت الحج آآ في بيت المقدس وريتشارد رجع بلاده وبعد كده في السنة الوراء توفى صلاح الدين طيب مين اللي يجيه بعد صلاح الدين آآ آآ ورس الدولة الايوبية شقيقه الملك العادل آآ عايز اقول لكم في حملة صليبية في عهد الملك العادل اللي هي الحملة الصليبية الخمسة طب هتقول لي ايه انا انتهيت من التالتة ودلوقتي امتى آآ بتكلمني في الخمسة هقول لك الرابعة آآ كانوا هم بوجهوا للشرق وبعدين راحوا اللي زارة وبعدين متجهوا للقسطنطينية فغيروا مصارهم تماما اللي هو كان هدف عايزين يستردوا بيت المقدس بعد كده خلاص تلاشت الفكرة آآ من دماغهم في الحملة الصليبية الرابعة ولكن الحملة الصليبية الخمسة بق اين كان الهدف مصر لان ادرك الصليبين ان مصر ترسانة آآ العالم الاسلامي وقلعة التصدي لطموحاتهم في ان هم يستولوا على بيت المقدس والشرق تمام آآ وقتها حصل الصليبية ومدينة دميات واستولوا عليه الملك العادل اسرع آآ من الشام جاء مسرعا عشان يتصدى عليه الحملة ولكن توفى في الطريق آآ بعد كده تولى ابنه آآ الملك الكامل وتابن الملك العادل ولكن هنا تساهل الملك الكامل مع الصليبين وعرض عليهم تسليم بيت المقدس آآ مقابل الانسحاب من دميات فا خيل بقى رد الفعل ان هما رفضوا وتقدموا في دلتا باتجاه القاهرة لجأ وقتها المصريين ان هما يفتحوا آآ الترع واستدود واغراق الارض كلها بالمية فده عزل الصليبين عن القاعدة العسكرية بتاعتهم في دميات فبالتالي فشلت الحملة واضطر الصليبين هنا الى الجلاء وسمح بعد كده الملك الكامل للصليبين بالرحيل من غير اي شروط يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحة يعني انا ما زدانا غناء عبال ما ناخدها ان شاء الله تانيا يعني وعقد معاهم هدنة كمان مدتها ثمان سنين بعد كده حصلت حملة صليبية ست بقيادة فردريك آآ التاني امبراطور الماني ايه اللي حصل حصل خلاف في البيت الايوبي بين الاخين المعظم عيسى ملك دمشق وحلب واستعان وقتها بالخوارزمين والملك الكامل محمد آآ واستعان وقتها بفريدريك التاني آآ امبراطور الماني جاءت الحملة للشام بقيادة فريدريك وكانت الاوضاع تبدلت لان حصل ان قتل المعظم عيسى وبالتالي اصبح الكامل عندي منفرد بحكم آآ مصر والشام من غير اي منازع فقام الملك الكامل بالتفاوض مع الامبراطور فريدريك نتيجة لإلحاحه عشان ما يهدش موقفه قدام البابا في روما ونتائجها ابرم معاه اتفاق اللي هي معاهدة يافا آآ اتناشر تمانية وعشرين ميلاديا عرفت بمعاهدة يافا نصد على تسليم بيت المقدس وبيت لحم للصالبيين ويبقى للمسلمين بس بيت المقدس آآ بيت العفن المسجد الاقصى يبقى هما كده تأخدوا بيت المقدس واخدوا آآ بيت لحم آآ كصالبيين وسبولنا احنا المسجد الاقصى طبعا المعاهدة دي اصارت غضب عندي المسلمين لطفية السلطان الكامل في بيت المقدس فبالتالي آآ انصار آآ الملك الصالح نجم الدين ايوب وآآ ده اللي يجيه من بعد الكامل آآ حاولوا ان هما يستردوا بيت المقدس من ايدي الصالبيين وهنا حصلت عندي الحملة الصالبية السبعة تمام بقيادة لويس التاسع ملك آآ فرنسا على مصر في اتناشر تمانية واربعين ميلاديا ستمية ستة واربعين هجريا وصلت الحملة دي لدنيات فاسرع الملك الصالح نجم الدين ايوب بالقدوم من الشام ولكنها توفر راحت شجرة الدور زوجته عمل بدور بطولي يذكر لها التاريخ على موقفها ده ان هي اخفت خبر وفاة زوجها واستدعت ابنها توران شاه وجرت الاستعدادات زي ما بتقال كده على قدم الوساق داخل الشوارع او المعسكر الاسلامي انتظار لقدوم الصالبين فاصبحت المنصورة ساحة لحرب الشوارع تولى فيها عندي المسلمين آآ الامير بيبرس آآ البندقداري اللي قدر ان هو يهزم لويس التاسع طبعا نتائجها فشلت الحملة دي واسر الملك لويس التاسع بعد معركة الفارسكور آآ بقيادة توران شاه آآ وصيقة مكبلا بالاغلال الى السجن بعد كده حصل آآ صلح ما بينهم وآآ توران شاه والصالبين وتم العفو عن لويس التاسع بعد دفع نص الفتية وهنا وصلنا لسقوط الدولة الايوبية في آآ ستمية تمانية واربعين هجريا اتناشر خمسين ميلاديا قتل المعظم توران شاه وترتب على كده سقوط الدولة الايوبية معاه وبالتالي عندي قيام الدولة المملوكية اللي حكمت مصر والشام والحجز الدولة المملوكية قامت دولة المماليك بعدما اعلنت شجرة الدر سلطان على مصر والشام بالرضاء ومراء المماليك على فكرة وبعدين اتنزلت لزوجها عز الدين ايبك اللي لقب وقتها بالمعز اما سلطان سيف الدين قطز ازاي يجيه وازاي يتولى العرش الاحوال في مصر لما توفع عز الدين ايبك اضطربت فاسرع المماليك بتولية ابنه المنصور علي ليحل ظاهريا بس يعني صورة من برا ما احكان ابو الحد ما تقدى الامور وتستقر الاحوال عشان صغير السن وقتها بقى عين الامير سيف الدين قطز نائب للسلطنة وفي تلك الاسناء بدأ عندك خطر اسمه خطر المغول بيقترب من مصر خد بالك خطر المغول كان مسمع في بغداد بقيادة هولاكو لان دخل بغداد ودمرها وقتل الخليفة المستعصن بالله العباسي في اتناشر تمانية وخمسين ميلاديا ستمية ستة وخمسين هجريا ومن هنا بدأ يتقدم نحية بلاد الشام واستولى على حلب ودمشق واستعد يتجه نحية الزحفة على مصر ويسيطر عليها ويدمرها فهولاكو ارسل الى القطز رسالة في ما معناه بتحمل التهديد والوعيد وتعلم من اللي قبلك بدل ما يحصل فيكو اتعزوا بغيركم واسلموا امركم قبل ان ينكشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ طبعا هنا قطز كان رد فعله انه قتل على فكرة الرسل وعلى الرسل على باب زويلة وهنا ده معناه اعلان الحرب تمام? فموقف قطز انه عقد اجتماع مع امراء الممليك وعلماء الدين في مصر لرافع عندي الروح المعنوية لمواجهة المقول مهما كلف مصر من تضحياته واخد برأيي هنا بقى الشيخ العز ابن عبد السلام في انه يجمع الاموال عشان يكون الجيش من الامراء والاترياء اولا ثم ما ياخد من الرعية بعد كده عندي حصلت معركة آآ عين جلوت ازاي المغولة هزم قرق قطز على رأس الجيش في اتجاه الشام نحية عين جلوت في فلسطين تمام? واتفق وقتها مع الصليبيين ما لكمش دعوة التزموا الحياد والسماح للقوات بالمرور تمام? التقى الفريقين المغولي والاسلامي عام اتناشر ستين عند عين جلوت في بداية الامر المغولي انقضوا على المسلمين فحصل زي ما كده ايه آآ المسلمين اتهزوا فالقى قطز آآ الخوزة بتاعته وقال واعي اسلاماه واسلاماه فقشعر البدن واصار تاني الروح الدينية ورفع الروح المعنوية عند المسلمين وبدأوا ان هما يدخلوا في قتال واللي انتهى عندي بهزيمة المغول هزيمة صاحقة والقضاء على فكرة ان اصولة الجيش المغول جيشهم لا يقهر وبالتالي روح المعنوية اللي المسلمين اترفعت وتم رد اعتبار للشرق الاسلامي بعد سقوط الخلافة العباسية واصبحت مصر والشام دولة واحدة تحت حكم المماليك وعطتهم صمع اسلامية كبيرة ومن هنا الحضارة الاسلامية والانسانية اتنقضت من انها تنتهي لان المغول كانوا عناصر مخربة زي ما عملوا في بغداد دخلوا ومحوا كل الاثار اللي فيها نيجي بقى عايز اقول لك هنا في مقارنة بين معركة حطين ومعركة عين جلود خد بالك الاسباب عند معركة حطين احنا قلنا سياسة ارنات وان هو خرق الهدنة اللي كان عاملة صلاح الدين مع بلدوين الرابع تمام وهاجم القوافل وحاول الاستيلة عليها وانتهت بالهزيمة صاحقة ورفع الروح المعنوية للمسلمين برضو واصبح للصالبيين هنا في موقف الدفاع بدل الهجوم واستحال ان هما يدخلوا الشام وازهرت اهمية الوحدة بين المسلمين وقدرات صلاح الدين العسكرية والقيادية تعالى في معركة عين جلود كان السبب بتاعها زحف المغول لمصر عشان يسيطروا عليها ويدمروها النتيجة برضو اتهزمت المغول وقادنا على اسطورة المغول جيشهم لا يقهر وترفعت برضو الروح المعنوية للمسلمين وترد اعتبار برضو الشرق الاسلامي بعد سقوط الخلافة العباسية واصبحت مصر والشام دولة واحدة تحت حكم المماليك اللي ديتهم صمع اسلامية كبيرة وهنا انقذت الحضارة الاسلامية آآ والانسانية من الانتصار لان زي ما احنا عارفين ان المغول مخربين نيجي بقى عايز اقول لك آآ قتل قدس بعد معركة عين جلود ووقع الاختيار على بيبرز او الظاهر بيبرز اللي يكمل الدور الحربي ضد الصالبيين والمغول الظاهر بيبرز آآ قدر ان هو يسترد امارة آآ انتاكيا عام ست مئة ستة وستين هجريا وآآ اتناشر تمانية وستين ميلاديا واستولى على حسن الكرك وارسوف ويافة ومهد هنا الطريق على الاستلاء على ترابلس خد بالك كمان الظاهر بيبرز آآ قدر ان هو آآ يتصدى للمغولي بانا الظاهر بيبرز عندي تصدى للخطرين الخطر الصليبي واستولى على انتاكيا وعلى حسن الكرك وارسوف ويافة ومهد للطريق على ترابلس والاستطاع حربه في ضد المغول ان هو بيردهم خائبين بعد ان ارادوا الثقر اللي هزمتهم في مراكة عين جالوت وزحفه كان مؤتها بالقياقة بتاعهم ابغى وهزمهم هزيمة صاحقة لانه متحلفوا كمان مع السلاجقة ضد آآ ضده في معركة الابلستين عام ستمية ستة وسبعين هجريا اتنفر سبعة وسبعين ميلادين نيجي بقى للسلطان آآ المنصور قلوون آآ ده استطاع في حربه ضد المغول وبرضه ضد الصليبيين يبقى انا عندي بيبرز ضد اتنين ضد المغول والصليبيين وقلوون ضد المغول والصليبيين وبرضه هاكد عليك تاني كمان شوية آآ آآ بعض القاضة عشان نسبت المعلومات هنا آآ عندي آآ التصدى لي ومهزمهم في معركة آآ آآ عام ستمية وتمانين اتناشر واحد وتمانين هجريا آآ اتناشر واحد تمانين ميلاديا وستمية وتمانين هجريا لما خرج ابغى بنفسه هنا على رأس الجيش كبير من التطار وتحقل فعليه والتالت آآ ملك ارمينيا استطاع بقى في حربه ضد آآ الصليبيين ان يستولى على حسن المرقب واسترد هنا بقى ترابلس يبقى المنصور قلوون هو هنا اللي خاد ترابلس وقال راح ممهد برضو الطريق لاستلاء على عكة نيجي بقى السلطان الاشرف خليل ابن قلوون حاصر عكة اكتر من شهر وهدم المعاقل بتاعته يبقى هنا استولى عليها في ستمية وتمانين هجريا اتناشر واحد تسعين ميلاديا هو اللي استولى على عكة وهرب الصليبيين الى قبرس واتخذوا ملجأ هناك ليهم واسقط بعد المدن آآ زي آآ سور وصيدة وترطوس آآ وبكده انتهى الوجود الصليبي من عهد الاشرف خليل ابن قلوون آآ في بلاد الشام يبقى خد بالك الاشرف خليل ابن قلوون اتصاد ظالمين للصليبيين نيجي بقى السلطان في عندي الناصر آآ محمد ابن قلوون ده واصل الجهاد ضد المغول تولى آآ قيادة الجيش مصر والشام في معركة مرج الصفر آآ الف تلتمية واتنين وسبعمية وواحد هجريا. النتج عن المغول اتهزموا مقدروش يستولوا على آآ ديار الاسلام وعقد المغول صلحي معاه. تمام? يبقى هنا برضو السلطان الناصر آآ محمد ابن قلوون المغول. نيجي بقى الاشرف برسبي ده هنا عندي آآ واصل الجهاد ضد الصليبيين. الصليبيين اتخذوا القبرص مركز جديد ليهم. تمام? فبدأ انهم يهجموا الاسكندرية اثناء صلاة الجمعة. وقاموا بتدمير البيوت والمساجد ونهب الاسواق. تمام? والاعتداء على نساء الاطفال. وده غضب طبعا السلطان الاشرف برسبي فارسل حملات بحرية الى قبرص. وقدر الجيش المصري في هزيمة جانوس ملك قبرص واسروا مع مئات الجنود. اللي تم نقلهم الى مصر وزفوهم بقى زي ما بتقال في شوارع القاهرة. ولم يطلق صراح ملك قبرص الا بعد دفع جزية كبيرة من المال. وبكده نجح برسبي انه هو يخضع معقل صليبي مهم وهو جزيرة قبرص وبكده استطاعت الدولة المملوكية تقضع على خطرين كبيرين وهو الخطر الصليبي والخطر المغولي على المشرق الاسلامي. على خاص لك بس برضو بعد النقاط هنا كويسة ان سيف الدين قطس انتصر على المغول في معركة جلود ان الظاهر بيفرس اتصدى للمغول اه لما حاولوا يستولوا على بعض المناطق وهزمهم هم وحلفائهم من الصلاجيقة هزيمة صاحقة في معركة الابلستين عام ستمية ستة وسبعين هجريا واثنشر سبعة وسبعين ميلاديا. اما المنصور قلوون اتصدى للمغول استطاع هزيمتهم بقيادة ابغة وحليف والتالت كان ملك ارمينيا وقتها في معركة حمص. والناصر محمد بن القلوون انتصر على المغول. تمام? نيجي بقى كده نطبق اه على اسئلة على الوحدة شوية اهم الاسئلة اللي ممكن نتعرض لها. اه عندي يدل خطر اه سير الفتح الاسلامي نحو في الفيس عام اه على اه استفادة المسلمين من خبراتهم ولا تفرق القوات الرومانية في مصر ولا قوة تحصينات الروم في شمال الدلتة ولا اه خبرات الروم اه بحرب اه عندي اه الصحراء. طبعا اه اه استفادة المسلمين اه من خبراتهم. طيب قامت الدولة العباسية واعتمدت في استمرارها على اه حكمة الخلفاء ومهارتهم. يعني الدولة العباسية كانت معتمدة على الحكمة في عتهم والمهارة بتاعتهم ولا تفاوق الدولة العسكري ولا ولا العناصر العربية ولا مساندة العناصر غير عربية. لا طبعا هي اه مساندة العناصر غير عربية. الدولة الطلونية بعد وفاة خمروية عانت من المنافسات السياسية ولا الانزمات الاقتصادية ولا الخطر البيزانتي ولا الصراعات المسهبية. لا طبعا المنافسات اللي هو البيت الطلوني كانوا آآ زي ما تقال كده بيقطعوا بعض على على الحكم. اكدت الاحداث اللي تلت وفاة احمد بن طلون على القوة العسترية للخليفة العباسي. ولا همية مصر الخلافة العباسية. ولا معاناة آآ الدولة طلونية من الاقسامات. ولا استقرار النظام الاقتصادي للدولة طلونية. الاحداث اللي جات بعد وفاة احمد ابن طلون اهمية مصر الخلافة العباسية. بدليل هو الاول لما خمروا قال بس دي فرصة ان هم ما هيستردوا اه اللي اخدوا اه الاراضي اللي اخدها احمد ابن طلون منذ ابنها كت مصر. استمر حصار المسلمين حسن بابليون لمدة سبعة اشقر. وده يأكد على قوة الحسن ومنعته. في دوق العبارة دي دخل المقوقس في مفاوضات مع عمرو بن العاص من اجل استغلال آآ ذلك في انتظار الامدادات من امبراطور الروم ولا صمود الحامية العسكرية للحصر ولا جمع معلومات عن المسلمين ولا تصفية للخلافات بين القادة الروم. هو اول لما عمل الصلح كان هدف ان هو عايز يعرف اخبار المسلمين ايه قدراتهم ايه امكانياتهم ايه. فيجمع معلومات عن المسلمين. قام عمرو بن العاص بحفر خليج امير المؤمنين بمصر. وده اسم فيه. سولة الدفاع عن عاصمة الخلافة ولا ربط اجزاء الدولة الاسلامية ولا اه تحقيق تكامل اقتصادي في الدولة الاسلامية ولا الاهتمام ببناء الاسلامي. لا هي سولة ربط اجزاء الدولة الاسلامية عشان هو بيربط النيل بالبحر الاحمر. ولما مشت الصفن وصلت البضايا لحد الحجاز. نجح احمد بن طلون في كسب ثقة المصريين من خلال قيامه بتوسيع حدود دولته ولا علاقاته الاجتماعية ولا مكانته الزينية ولا سياسته الداخلية طبعا آآ من خلال اسلوبه ان هو آآ جمع حوالي آآ المقربين ليه وخلهم من الحش يبتوعوا وطبعا آآ اديهم منح وهدايا وكان آآ يعني سياسته الداخلية متميزة. آآ هدفت سياسة نور الدين محمود من السيطرة على مصر الى رفع مكانته الدينية ولا تخلص من التبعية العباسية ولا تكوين جبها موحدة ضد الصليبيين ولا تحقيق الاستقرار للدولة الفاطمية. نور الدين كان شايف ان الوحدة هي اللي تبقى تقف ضد اي خطر. فتكوين جبها موحدة ضد الصليبيين. قد نجاح محمد ابن طوش الاخشيدي في صد القطر الفاطمية على مصر تلتمية واثنين هجريا الى الحفاظ على اهم مورد اقتصادي للعباسين ولا منح الخليفة العباسي ولا اهتزاز آآ العلاقة آآ بينه وبين حاكم دمشق ولا سعي الفاطميين لاستمالة محمد ابن طوش. بص هو تمشي مرح الخليفة العباسي ولاية مصر بس مش دل الهدف كان بتاعه هو الكم بيطمح به. مصر كانت مورد اقتصادي مهم جدا فلازم ان هو الحفاظ عليه فهي طبعا هو الحفاظ على اهم مورد اقتصادي للعباسين. اتجهت الحملات الصليبية الى مصر للاسباب اقتصادية وثقافية عسكرية واستراتيجية دينية وسياسية ولا اقتصادية واجتماعية. طبعا عسكرية واستراتيجية. هم عايزين يعملوا زي ما اتقال كده ليهم آآ امارات آآ في الشرق والموقع الاستراتيجي بتاعه ويأخذوا خيراتها اللي هما النبلاء. تمثل العامل المشترك للقدوم الحملتين الصليبيتين التالتة والسبعة فيه. الاستلاء على مصر ولا استرداد المسلمين لبيت المقدس. الحملة الصليبية التالتة والسبعة. ولا دعم الامبراطور البيزنطي ولا الانتقام من الايومين. لا التالتة والسبعة آآ عايز اقوله هو استرداد للمسلمين لبيت المقدس. تشابهة سياسة المقوقس حاكم مصر الروماني مع سياسة الملك بلدوين الرابع. حاكم بيت المقدس مع المسلمين فيه. اتباع سياسة المهدنة ولا اتباع سياسة التحالف ولا تنقض آآ في الموقف السياسية ولا تصرع العسكري. طبعا هما الاتنين عملوا آآ هدنة. فبالتالي اتباع سياسة المهدنة. يا دول اغز قطس برأي الشيخ العز بن عبد السلام في امر اعداد الجيش. كده هو بياخد شورة. اهمية دور العلماء في آآ سلم الحرب. ولا مشاركة العلماء في وضع الخطط العسكرية. ولا اهمية دور العلماء في قيادة الجيش. ولا عداء استيف الدين قطس الامراء. طبعا هو بياخد اهمية دورهم في السلم الحرب. فده وفده. استطاع السلطان المنصور قلوون هزيمة المغول وحالفهم ملك ارمانيا الصغرى في مراكة حمس ستمية وتمانين هجرية. واسترد ترابلوس من السلمين. دي ده دل على قوة اعداء المنصور قلوون. اكيد لا. رغبة ملك ارمانيا في التوسع. لا برضو انا بتكلم على المنصور قلوون وقوته. يبقى هنا قوة عسكرية لدولة المماليك. طبعا مش عادة موجود حلفاء للمماليك. انا بتكلم على قوة. اهم ما يوخذ على الملك الكامل المفرد في اهم المكاسب اللي حصل عليها المسلمين على يد عماد الدين زنكي ولا نور الدين محمود ولا صلاح الدين الايوبي ولا الملك العادل. طبعا آآ اللي يوخذ على الملك الكامل انه وفرت في بيت المقدس واللي كان استردناه من ايام صلاح الدين الايوبي. ويا ربنا ان شاء الله يرد لنا بيت المقدس عجلا وليس اجلا. فشلت الحملة الصليبية الخمسة في تحقيق اهدافها بسبب. رفض الكامل عرض فريدريك والحسن استخدام المصريين للطبيعة الجغرافية ولا رفض الكامل لتسليم بيت المقدس ولا شدة مقاومة آآ آآ الكامل ضد الصالمين. هنا موقف المصريين لما فتحوا الترع والسدود و وفاصلوهم عن آآ آآ المقاطعات العسكرية بتاعتهم. فطبعا الطبيعة الجغرافية. تعالى هنا بيقولك بعض الاسئلة المقالية اثبت صحة العبارة التالية آآ آآ ارثى صالح الرملة مبدأا دينيا وانسانيا هاما. مبدأ ديني اللي هو التسامح وانه كل حق كل واحد انه هو يعمل الشعار الدينية. وسمح للصالبيين انه هما يقدوا الحج في بيت المقدس. آآ وهنا طبعا عايز اقولكم موقف انساني اعتبر برضو. حدد السبب في اختيار محمد ابن طوش لحكم مصر. ليه تم اختياره? آآ طبعا بسبب مهارته العسكرية لما تصدى للفاطميين آآ وكمان آآ لما تصدى الهجوم الاعراب اللي هجموا على القوافل بتاعت الحجاج اللي ممرين ببلاد الشام ومن هنا آآ الصيت وصل لحد الخليفة العباسي. حدد العلاقة بين اوضاع مصر السياسية واتجاه المسلمين لفتحها. كان وضع مصر السياسي تحت حكم الروم بيهدد الفتوحات الاسلامية في الشام وفلسطين. وده شجع المسلمين لعلى ان هما يفتحوها خاصة آآ لما وصلت لهم انباء ان الروم في مرحلة ضعف. الاسلامية واسهمتها. عندي اول حاجة الدرس التنهيدي قصص قيام آآ الحضارة الاسلامية وخصائصها. والدرس آآ الاول النظام السياسي والاداري والدرس آآ آآ التاني الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدرس التالت عندي آآ الحياة العلمية وفنون العمارة. خد بالك ان الدرس النظام المالي مش مقرر علينا. عشان بس نبقى ايه آآ عارفين الدنيا مش يلزين. طيب. تعالوا ناخد الاول آآ آآ عايز اقولكو تعد الحضارة الاسلامية حلقة من حلقات الحضارة الانسانية. سبقت حضارات واحدة التباع حضارات وتمثل الحضارة الاسلامية مرحلة فاصلة في التاريخ آآ عشان تقدم الانسان. فتركت في كل المجالات تأثير على المدى البعيد آآ في بناء الحضارة الاوروبية الحديثة وطبقة النظم الحضارية في كافة الاقتار بما فيهم مصر المحروسة. طب تعالوا ناخد قصص قيام الحضارة الاسلامية. عندي تلات قصص. الدين الاسلامي والشعوب الاسلامية والانفتاح على الثقافات الاخرين. خد بالك ان الدين الاسلامي بينظر الى آآ بينظر الى الانسان على انه قيمة كبيرة فهو المستخلف في الارض. فآآ استمدت اساسها من كتاب الله والسنة النبوية. وتشربت من تعليم الاسلام الفكر والثقافة. حتى ترابي وجدان المسلمين على مبادئ وتعليم الدين الاسلامي ومكارم الاخلاق. اما بالنسبة للقصص التانية هي الشعوب الاسلامية. وصلت حدود الدولة الاسلامية الى اقصى اتساع ليها آآ من الصين شرقا الى الاندلس. آآ والمحيط الاسلامي غربا. وكده هي نتاج للشعوب آآ متعددة مختلفة عربية وغير عربية آآ والكل منها التراث والعلمي والتفكيري. فساهم ده في تشكيل حضارة متعددة عندي آآ الطاقات والخبرات. ونبغ الكتير من ابناء الشعوب في العلوم النقلية والعقلية اللي ساهمت في تشكيل وتكوين الحضارة الاسلامية. ان انفتاح على الثقافة الاخرين. في الوقت اللي كانت بعض الحضارة زي اليونانية والرومانية رفضة وغلق على نفسها النية تنفتحها للعالم. آآ الحضارة الاسلامية كانت منفتحة على الحضارات الاخرى. آآ لم يضر اي مكان بيخشوا ويفتحوا فتح اسلامي العرب ما بيدمرهوش. بل بالعكس بيستفيدوا منه بياخدوا اللي ينفعهم. ويتفق مع القيم والعقائد بتاعتهم. وتعد حركة الترجمة انه تضي مهمة جدا جدا جدا. حركة الترجمة اللي بدأت فين? في العصر الامو. ولكن وصلت الى مرحلة اصدهارها في العصر العباسي. وده اكبر دليل عندي على الانفتاح آآ على الثقافات الاخرى. في عندي حاجة اسمها خصائص الحضارة الاسلامية. عندي العالمية. حضارة واسعة الافق مش مرتبطة بمكان ولا بجنس بشري بس انتشرت في كل الانحاء العالم. وده اللي اكده القرآن الكريم والسنة النبوية. طب الوسطية بتجمع بين الجانب المادي والجانب الروحي. بين علوم الدين وعلوم الدنيا. الاخلاقية. حضارة مستمدة من القرآن والسنة. عايزنا تكون عاملة ازاي? بتنظم كل نواحي الحياة والسلوك الاشخاص والنظام السياسي والاقتصادي والثقافي وغيرها وغيرها وغيرها. بتميل الى الواقعية. حضارة بتسعى لموجهة المشكلات بطريق علمية وعملية. وبيظهر ده في علوم الفقه. واكتهاد العلماء انه هم يوجدوا لي مشكلة آآ حل للمشكلات اللي في المجتمع. ويشوفوا حاجات الناس اليومية. التنوع متنوع في اعرقها ولغتها وثقافتها. وهي تحقق التعايش مع الاخرين. وده مبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم. كما عمل صحيفة المدينة. الشمول بتشمل كل نواحي الحياة ومجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والادارية. تعالوا نظام السياسي والاداري. عناصر النظام السياسي والاداري زي ما احنا شايفين كده سبعة. الخلافة الوزارة الامارة آآ الدووين القضاء الشرطة والجيش. تعالوا آآ نشوف عندي آآ فكرة ان آآ آآ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما سبش نص صريح مين يتولى الحكم من بعد. فترك الامر عندهم شورى بين المسلمين. فده هنا ادى الى آآ آآ انشاء مفهوم الخلافة. وهي رئاسة عامة لامور المسلمين جميعا لإيجاد المناخ الاجتماعي اللي بتتحق فيه العدالة والامن والوحدة ورعاية مصالح الافراد بقل الشرع. طب بيتم اختيار الخليفة على اساس ايه؟ تم اختيار الخلافاء الرشدين على اساس مبدأ الشورى وتعالوا هنا بها ناخد الدرس الاول وهو النظام السياسي والاداري. عناصر عندي آآ نظام السياسي والاداري في الدولة الاسلامية آآ الخلافة والوزارة والامارة والدواوين والقضاء والشرطة والجيش. طيب. تميزت عندي الدولة الاسلامية بنظام سياسي خاص لها. لم تسبقها اليه اي دولة من دول العصور الوسطى. طب ايه هو النظام ده? قالك هو النظام الخلافة. وهو مفتامت من مبادئ وقيم الاسلام. ليظهر نموذج للحكم مختلف وقائم على قصص من العدالة والشورى وسيادة الاخلاق. طيب. ايه مفهوم الخلافة? قالك يا رئاسة عامة لامور المسلمين. لاجاد المناخ الاجتماعي. اللي بتحق فيه العدالة والامن والوحدة. ويرعى مصالح الافراد. وفقا للايه? للشرطة. طب نشأت امتى? قالك بعد وفاة النبي ما سابش آآ نص ان صريح بينص على من يتولى الحكم من بعد. بل ساب الامر بالنسبة لهم آآ شورى. فبيتم اختيار آآ آآ الخليفة آآ على اساس آآ ان آآ بيختاروا عندي آآ يعينوا الخليفة اللي قبلوا. يعني لو كان فيه قبله خليفة كان بيعينوا. او اصحاب الشورى آآ واهل اللي بيحلوا اللي هما يعني بيفتوا في الامور زي ما بيتقال. وفي عندي آآ الخلفاء اللي في العاصرين الاموي والعباسي. كان نظام الحكم فيه كان بيتم توليته آآ عن طريق الانتخاب آآ نظام الانتخاب وآآ آآ الى نظام ملكي وراصي. يعني في الاول كان انتخاب وبعدين كان اصبح ملكي ويورص. طيب. تعال نشوف مهام الخليفة. هو حفظ الدين وحماية الدولة في الداخل والخارج وان هو يعين الولاة ويبشر مهام الدولة بنفسه. طب ايه هي علاقة آآ آآ بين الخليفة والشعب. قال لك قامت على المشاركة والرحمة وقبول النصيحة والاهتمام بأحوال البلاد والعباد. طيب. كان بيستعين الحكام في إدارة الدولة قد بالك بأهل الشورى. زي العلماء وزي الفقهاء والقضاء. وده اللي انا قلت لك عليه من شوية آآ اهل الحل والعقد اللي هو بيفتوا في الامور يعني اللي بيحلوا ويوصلوا لحلول. ودول لازم تتوافى فيهم عدة شروط. هي العدالة والعلم والرأي والحكمة. نيجي بقى تاني حاجة عندي وهي الوزارة. بيقول لك دلل عرفت الوزارة معنى منذ عصر النبي لكن ما عارفتش لفظة. يعني هم عارفين ان في حاجة اسمها وزير بس مفيش منصب بمعنى منصب وزير. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعين عندي في تصريف امور الدولة وقضاء مصالح الناس وحوائجهم باصحابه آآ زي عمر بن الخطاب وابا بكر الصدير. طيب. ليه اصبحت الوزارة منصب رسمي لفظا ومعنى في عصر الدولة العباسية. لان عندي حصل اتساع لرقعة الدولة الاسلامية. والعباسين اتأثروا بالنظام السياسي في الفرس. واصبح هناك معايير لاختيار الوزير. مش اي حد. العفة والصبر والحكمة والمسئولية والامانة. نيجي للامارة. الامارة عندي. آآ لما آآ هاجر ثانية واحدة ايوة. الرسول الى المدينة. تمام. آآ وضع نظام اداري للدولة. فاناب آآ عمالا على القبائل وعلى المدن. تمام. اللي دخلت في الاسلام. فكان على كل مدينة كبيرة آآ عندي آآ او قبيلة في الحجاز واليمن عاملا من قبله. بيقوم بمهام آآ او بامامة المسلمين في الصلاة وجمع الزكاة. تمام. ثم ظهرت بعد كده الحاجة الى الاستعانة بالولاة على البلدان. منذ ان انتشر الاسلام خارج المدينة. فاناب النبي عمالا زي ما قلت على القبائل وعلى المدن عشان يئموا المسلمين. وفي الصلاة وجمع الزكاة. طب مهام الوالي. عندي آآ النظر في تدبير الجيوش. وعندي آآ اقامة الحدود. نيجي للدواوين. آآ اللي هي الوزارة في عصرنا الحالي. انشأها عندي الخليفة عمر بن الخطاب استكمالا للمنظومة الادارية في الدولة الاسلامية. بسبب عندي اولسا الحاجة الى مراقبة اعمال العمال والولاة. والحاجة لتنظيم الجيش ومعرفة التفاصيل الخاصة بافراده. وقسرة الاموال المتضفقة على الدولة الاسلامية من جراء الفتوحات. واتساع رقعة الدولة والحاجة الى تنظيمها. انواع الدواوين. ديوان العطاء والجند. اللي انشأه عندي الخليفة عمر بن الخطاب. ديوان الخراج. اللي انشأه عمر بن الخطاب برضو. ديوان الخاتب. وده اللي انشأه اه والبريد. ودوان الرسائل والانشاء. نيجي بقى نتكلم على القضاء. احتلت مكانة القاضي او القضاء بصفة عامة مكانة كبيرة جدا في الدولة الاسلامية. وده ما يعتبر من اهم على فكرة المناصب الخلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم اصلا هو اول قاضي واول حاكم للدولة. مهم القاضي الفصل بين الناس في الخصومات والاشراف على عدة انظمة منها الاحباس. من شروط تولي منصب القضاء الاسلام والعقل والبلوغ العلمي بايات الاحكام. سلامت الحواس عشان يعرف يسمع ويشوف وكده. والتحلي به الاخلاق. حرس القلافاء على ايجاد قضاء متخصص دي قاضي الجند وقاضي اهل الزمة. وده بيدل على دقة تنظيم الحضارة الاسلامية لنظام القضاء. نيجي نشوف الشرطة. مجموعة من الجند يعتمد عليهم الخليفة او الوالي في حفظ الامن والنظام. والقبض على الجناء والمفسدين. وده بيكفل سلامة المجتمع وامنه. بيشترد في صاحب الشرطة انه يكون سياسي باره وزعقل وشجاع ونازيه في اخلاقه وسلوكه. مهامه انه ينفذ الاحكام وحماية الخلفاء ويساعد الجيش ضد اعداء الدولة ويحفظ الاسواق. طيب. نيجي عندي آآ في نقطة كتعايز اقولك آآ كثيرا ما ينوب عن الوالي آآ كالشرطة لو صاحب الشرطة في ادارة حكم الولاية في حالة غيابه. آآ تعالوا نشوف الجيش والبحرين. عندي الجيش آآ بهدف حماية ونشر الدولة الاسلامية تم تكوينه وتأمين الحدود آآ آآ الدولة الاسلامية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش واستخدم المسلمين نوعين من الاسلحة. الاسلحة واشهر المعارك البحرية اللي قضها المسلمون هي معركة فتح قبرص واهتم المسلمين وقتها بانشاء دور لصناعة السفن في جزيرة الروضة. العبارية والاجتماعية. طيب. تعد الحياة الاقتصادية والاجتماعية ركيزة آآ من آآ آآ يعني ركائز العامة في قيام الحضارة الاسلامية. اللي انطلق منها قصص وقواعد الدين الاسلامي اللي بتأكد على جودة العمل والانتاج والتعايش واحترام وتكافل المجتمع وتقدير دور المرأة. اولا الحالة الاقتصادية. حمل النظام الاقتصادي آآ في طغيات وعديد من القيم والمبادئ. يعني له قصص كده. عشان يحقق العدالة والنمو مع الاستثمار الامسل لكل الموارد. سوء زراعة او صناعة او تجارة. الزراعة مع استقرار الدولة وانتشار الفتوحات بدأ المسلمين الاهتمام بالزراعة لوجود مقاومات آآ استهار الزراعة زي تنوع المناخ ووفرة المية ووفرة الارض الصالحة للزراعة. فبالتالي حرس المسلمين على الاهتمام بالزراعة من خلال تطوير مشروعات الراي من اختلاء آآ خلال الاهتمام بالفلاح ورعايته من خلال الاهتمام بالعلوم الزراعي. نيجي الاصطناعة حثى الاسلام على العمل واتقان الصناعة وضرب الكثير من الصحابة اروع الامثلة على ده. زي الخباب ابن الارض كان حداد. اثمان ابن طلحة كان خياط. عمر بن الخطاب اهتم بتصنيع الحربي. معاوية ابن ابن سفيان اهتم بصناعة السفن. فالعصرين الاموي العباسي اخترع المهندسين المسلمين المحركات اللي ترفع لي المية. الاسلام ده في تقدم الصناعة للحضارة الاسلامية في العصرين الاموي والعباسي. في قيام الصورة الصناعية اللي حصلت بعد كده في اوروبا. تنظيم الصناعة في الاسلام. مع تزايد انتشار الحرف والصناعات بالدولة الاسلامية ظهر حاجة اسمها التوزيع الاجتماعي للحرف اه او للعمل بالحرفة. كانت الطواقفة الحرفية عبارة عن تجمعات حرفية ومهنية وصناعية. دلوقتي احنا بنسميها النقابة. كان لكل طائفة حرفية ادارتها وشيوخها واعرافها وامين ليها. اهم الصناعات في الاسلام زي الغزل والنسيج من الكتان والحرير والورق والمعادن والصناعات الغزائية اللي هي السكر والصناعات الزجاجية والصناعات الخشبية بيعملوا لصفنه والارباسك. اه زي ما احنا شايفين في الصور اللي قدامنا. نيجي للتجارة. اتبعت الدولة الاسلامية السياسة حرية التجارة. يعني ما فيش احتكار. اتظهرت التجارة فتوفرت السلع والمنتجات وساعد على كده انتشار الامن وجودة شبكة المواصلات والاهتمام بآه قامة الاسواق وبناء الاساطيل وسك العملة. اهتمام الدولة الاسلامية بالتجارة. نيجي السؤال هنا ايه النتاج اللي ترتبت على كده? او ايه الاسر الناتج? ابتكار الكثير من النظم المالية والتجاري والتجارية. يبقى الاسر الناتج انهما ابتكروا كثير من نظم الملاوة التجارية. نشر الاسلام والانفتاح على شعوب العالم. استفادة المسلمين من الخبرة بشؤون الحياة. ياخدوا خبرات. يبنوا مراكز تجارية في بعض البلدات. ده الاسر الناتج على اهتمام الدولة الاسلامية بالتجارة. طيب اثر التجارة في الاسلام بقى. اصبحت التجارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري مظهر من مظاهر عظمة الاسلام. لها السيادة في البلاد والسفن المسلمين ررأت البحار زي ما بتقال غادة التفن المسلمين وقافلهم تجوب كده تتنقل في كل البحار. واحتلت التجارة الاسلامية عندي المكانة الاولى في التجارة العالمية. من هنا اتأثر الغرب بالمسلمين اقتصاديا عن طريق الموقع والثقافة والزراعة. طيب التجارة وانتشار الاسلام في افريقيا. كان لشبه الجزيرة العربية صلاة سياسية واقصادية ودينية بشرق افريقيا. ساهمت الكينات السياسية في شرق افريقيا في نشر الاسلام في موراء الصحراء الكبرى. ساهم التجارة المسلمين بحسن معاملتهم بالدعوة الى الاسلام ونشروا في مدن بورنوة بكتوة جاوة. ساهم ده في تكوين ممالك اسلامية غانا ومالي وصنغة. وظهور بعض الملائك ازاستقافية في شرق افريقيا كلهم من بسا ومقدشهم. اما بالنسبة للتجارة وانتشار الاسلام في اسم. اظهرت الجاليات الاسلامية في كثير من الطاقة الاطراف اللي بتغلب عليها المسلمين زي الهند والصين وساهم على كده انتشار الاسلام في البلاد. طب نتعالى نشوف الحياة الاجتماعية. اتسمت الحضارة الاسلامية بطبع متميز. يتميز كده هنا بالتوازن والتكامل عشان يحقق عندي العدل والمساواة. تمام? آآ فاتكونت عندي الطبقة العليا طي اللي هي طبقة الحكام. وعندي آآ طبقة الخاصة اللي هي الطبقة الآآ وبعد كانت طبقة الوسطى وبعد كانت طبقة العامة. وآآ اللي هما سواد الامة. اختلف المنتمين للطبقة الوسطى باختلاف الاحوال وصرقهم. تمام? ومثله ركيزة اساسية في المجتمع الاسلامي. وده يقاص باتساع هذه الطبقة مدى رقي المجتمع وتحضر. طب ايه هو سمات المجتمع الاسلامي? قالك ان صهرت الطبقات المجتمع وعناصره آآ في ظل ما كفى له الاسلام من قصص حدد قواعد المجتمع. من عدل ومن وسواة ورحمة وتعايز دون تمييز بين اي حد. فعاشة عناصر المجتمع دون تنميز. بنسبة لما كانت المرأة ودورها رفع الاسلام من شأنها واحاطها بالسياج من الرعاية والحماية. ومارسة المرأة ادوار مختلفة سياسي وحربي وعلمي ودعوي واجتماعي كل ادوار. الاغرب اتأثروا بالمسلمين. ظهر ده في العديد من المجالات. منها الملابس والزينة والاعياد والاحتفالات ومد مواعد الطعام وطرق الصيد المختلفة وطريقة استخدام الحمام الزاجل عشان ينقلوا بريد. وفن تنظيم الحضائق. ومثل آآ عندك تأثير آآ الغرب بالمسلمين في الرفق بالحيوان. تأثر الغرب بالمسلمين مش دلوقتي هما اللي بيقولوا اللي هو ايه الرفق بالحيوان. وده اللي ذكروا عندي جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب. وهو ما دعا اليه الدين الاسلام. ما سبش حاجة دينا الحمد لله. آآ الاخير اللي هو الحياة العلمية وفنون آآ العمارة. بيقولك كأوروبا بتدين للعرب المسلمين بحضرتها. ده جوستاف لوبون اللي قال كده. حاسة الاسلام على استعي في طلب العلم. والدليل على كده الآية الكريمة اللي هي بتقول اقرأ باسم ربقه آآ الذي خلط. تعالوا نشوف الحياة العلمية. مظاهر الاهتمام بالعلماء. ان العلماء بيتقادوا رواتب شهرية بتوفر لهم معيشة كريمة. وتخصيص اماكن في دور العلم للعلماء اللي استكن بها واو الاستراحة. ومنح الخلفاء والسراطين الهبات والعطايا للعلماء. وتوقير العلماء واحترامهم آآ والحرص على اغز المشورة بتاعتهم. طيب. نشوف ازاي اتطور التعليم في الدولة الاسلامية. مع بداية ظهور الدولة الاسلامية كان الاهتمام بالعلوم الدينية. في العاصر الاموي اهتم بالعلوم التجربية. في العاصر لعباسي كمة الاثدار على فكرة في كل المجالات. طب ايه هي المؤسسات العلمية عندي اللي في الدولة الاسلامية. المساجد كان لها ظهور علمي رائط مع تأسيس مسجد المدينة المنورة. الكتتيب عرفت مع بداية الاسلام. وبتقوم بدور المدرسة الابتدائية على فكرة. بتعلم القرآن والقراءة والكتابة والحساب وخط العرب والقصص. طيب المدارس اللي نشأت في القرن الرابع الهجري وظهرت في القرن الخامس الهجري. ظهرت بسبب كسرة الحلقات اللي في المساجد. المساجد بقت مزدحمة فمحتاجة مكان تاني. وظهور التنوى في العلوم فعملوا المدارس. اما بالنسبة للمكتبات. عرفت الحضارة الاسلامية انواع متعددة من المكتبات. زي مكتبات المساجد والمكتبات العامة. نيجي للعلوم آآ في الدولة آآ الاسلامية. علوم آآ نقلية بتنقسم للعلوم الدينية والعلوم الانسانية والاجتماعية وعلوم اللغة والادب. العلوم العقلية اللي هي التجربية والتطبيقية بتنقسم العلوم الطب والصيدلة والطبيعة والفلك ورياضيات وعلم الميكانيكا. طيب خلينا كده وتطرقنا الاول لآآ عندي آآ العلوم آآ الدينية. تفسير القرآن. علم القراءات. علم الحديث. وعندي علم الفقه. تمام? آآ بالنسبة للعلوم الانسانية والاجتماعية اللي هي الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والاقتباعة. بالنسبة لعلوم اللغة والادب كان لها اللغة العربية اهمية كبيرة في الحضارة وده اثر في هوية الامة. تمام? واللغة العربية علوم اتكروها اللي هي زي ناحو زي العروض زي الادب العربي. طيب خد بالك ان انا حصل آآ تأثير آآ آآ حضارة آآ الاسلامية على اوروبا في العلوم الدينية. كان الاتصال الطلاب الاوروبيين بالمدارس والجامعات الاسلامية بالاندلس اثر كبير في نقل الافكار الفقهية والتشعية للغاته. وتأثر عندي القانون المدني الفرنسي ببعض احكام الفقه الملكي. وتأثر اعلان المؤتمر الخاص بالقضاء على التمنيز ضد المرأة عام سبعة وستين. طب ازاي تأثير الحضارة اسلامية على اوروبا في آآ مجال اللغة والادب. تأثر الغربيون وخاصة الشعراء الاسبان بالادب العرب. تأثرت القصة الاوروبية في نشقتها بما كان عند العرب من فنون القصة زي القصة اللي اكتابستها اشيكسبير مصرحيته اللي هي العبرة بالخواتيم من قصة في ليلة وليلة. تأثر دانتي في كتابة الكوميديا الالهية برسالة الغفران لابي العلاء المعارض. طيب سعالوا بقى نشوف العلوم العقلية. تمام? انا قلت لك اللي هي من شوية علوم الطب والصيدلة والعلوم الطبيعية وعلوم الفلك والرياضيات وعلم الميكانيكا. تمام? آآ من اشهر الاطباء على فكرة الراضي والزهراوي وابن سينة وابن النفيس ويوحنة. تمام? وعندي الكيميا يا آآ جابر ابن حيان مؤسس العلم ده. وعندي ارستو وارشميدس اللي هما ترجم المسلمين كتب الطبيعة لارستو وارشميدس وقتها ترجموها. آآ آآ استكنهم السبب في وصول نيوتن الى وضع معادلات رياضية لقوانين الحركة التلاتة وقوانين الجاذبية الارضية زي ابن سينة وهيبة الله ابن ملكة البغدادي. نيجي لعلم الفلك والرياضيات برضو كان الارتباط علم الفلك عند المسلمين كان بالشعائر الدينية مش زي دلوقتي احنا بنقول الابراج. لا. من خلال تحديد اوقات الصلاة والابلة وحرقة القمر عشان احدد اولي شهور الهجرية واللي ترتب عليها صوم وحج امتى. آآ وكان اخذت اوروبا عن المسلمين اساليب الزراعة وقالت الاسترولاج. نقلوا آلات الصناعة الورق والابر المغناطسية اللي هي البصلة. في مجال علم الفلك والرياضيات خد بالك اعتمد علماء اوروبا على النهضة على المراصد الفلكية الاسلامية. كابلر تغنى لصياغ القوانين والمشهورة آآ في حركة الفواكب في القرن الستاشر الميلياتي. اصبحت مؤلفات علماء الرياضيات والفلك مثل الكتاب الخوارزمي مصدر اساسي في الرياضيات في الجامعات الاوروبية. في نون العمارة. المنشآت العمرانية من اهم ومقرجات وانجازات الحضارة الاسلامية. من حيث الوظيفة عندي العمارة الدينية زي المساجد والزوايا. العمارة الحربية اللي هي القلاع والحسوم والاسوار. العمارة العامة اللي هي زي الفنادق والخانات. العمارة السكنية زي القسور والبيوت. من حيث التراث اختلف على حسب تاريخ ومنطقة زهرة. العربي البسيط الايام الاولى في الاسلام اللي هو مسجد الرسول وامر ابن العاص. التراث الايوبي نسبة للأيوبيين اللي كانوا في مصر والشام الألعب بتاعة صلاح الدين وقلعة حلب بسوريا التراز المملوكي نسبة إلى المماليك في مصر والشام اللي هي مسجد ومدرسة السلطان حسن وتراز المراكشي ده عندي يعود لأهل شمال أفريقيا والأندلس اللي هي زي القصور ورناطة في الأندلس سمات العمارة الإسلامية عندي القباب أخد بالك الحتة دي مش عليكم ولكن أنا حابة أن أقولها سريعا كده عشان يعني تبقى فاهم يعني إيه عمارة إسلامية وتبقى وصالك زي تشريد القبابة الضخمة اللي هي زي ما أنت شايف قبة الصخرة في بيت المقدس عندي الأعمدة زي ما أنت شايف الصورة اللي قدامك من أهم سمات الفن الإسلامي اتخاذ تجان وعقود مدببة وروابط خشبية عندي حاجة اسمها المقارنصات اللي أنت شايفها دي اللي هي كأنها زجزاج كده شوية يعني الأجزاء المتدلية من الصقف تمام؟ ومنها الداخلية تبقى داخلة ومنها تبقى خارجة عندي العقود وده أول ما ظهر من عناصر وأشكال الهندسة المعمرية عند المسلمين اللي هو العقد المنفوخ زي ما أنت شايف كده الممر نيبه آخر حاجة هي تأثير الحضارة الإسلامية على أوروبا في مجال العمار اقتبس الغرب عندي بعض الأسليب المعمرية الإسلامية الإمبراطورة البيزانتي سفيرا يعني أرسل الإمبراطورة البيزانتي سفيرا إلى بغداد عشان يدرس فن العمارة الإسلامية وبعدين بنى له قصر بالقرب من القسطنطينية على طراز قسور بغداد وغطت الحضائق بتاعته على نمط الحضائق الإسلامية في كنيسة مدينة سرقاصوطة أو سراقوصطة سراقوصطة اللي ظهر في معمارها مثال العقود الإسلامية لان سأوريالك سورها من شوية وبرج الكنيسة مشابه لتقسيط المآذن حتى دي مهمة أوي 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 على كنيسة مدينة سراقوصطة اللي ظهر في معمارها مثال العقود الإسلامية يجي أقول لك دل على مصدقية أقول لك العبارة الصادق لأن برج الكنيسة كان مشابه لتقسيط المآذن في المساجد الأندلسية والأفريقية اللي هي مأزنة مسجد قيروان واستخدموا المقارنصات الإسلامية أخذ رسامي أوروبا فكرة تزيين الأسقف بالصور الملونة ونقلوا الكتابات العربية لتزيين الأسقف رغم أنها ذات طابع إسلامي نيجي بقى نطبق بعض الأسئلة المهمة عندي على الوحدة الرابعة يعتبر سد معاوية اللي قاموا معاوية ابن أبي سفيان على واد القنق بالمدينة نبوية نموذجاً لنجاح المسلمين في استثمار الموارد ولا ابتكار المسلمين مشروعات رأي حديثة ولا اهتمام الدولة بالفلاح ورعايته ولا دور الدولة في تطوير العلوم الزراعية طبعاً هما استثمروا الموارد أدى دخول أجناص من غير العرب إلى إسلام إلى ظهور علمي النحو علمي النحو والعروض والأدب والتاريخ والفقه والحديث هنا بقى القراءات والنحو اهتمت الدولة المملكية ببناء ترسنات لصناعة السفن بمصر على دفاف النيل وساحل البحر المتوسط ساحل البحر الأحمر ومتوسط سواحل سيناء والبحر الأحمر ولا دفاف النيل وسواحل سيناء لا طبعاً على النيل والبحر المتوسط أي من منشآت المعمارية الآتية يستثنى من انتماءها للعصر المملوكي قلعة قايدباي ولا جامع القروين ولا وكالة الغوري ولا خل الخليجي كان جامع القروين مش من العصر المملوكي الحضارة الإسلامية نتاج شعوب متعددة من السين شرقاً لحد الأندلس ومحيط الأطلنطي غرباً العبارة دي احدى خطاس الحضارة اللي هي الشمول ولا التنوى والوقاية والوسطية. جاية من هنا لهنا متنوعة. جاء اشتراط البراءة السياسية في وظيفة صاحب الشرطة في الدولة الاستمامة نتيجة لقيامه بالانابة عن الوالي ولا تنفيذ الاحكام ولا حفظ الاسواق والاحماية الخلفاء. مش لا امتلك لو بالي جاب هو بينوب عنه يبقى الانابة عن الوالي. سعى المسلمون في بداية تكوين دولتهم لتكوين الجيش لتحقيق اهداف. دينية وعسكرية ولا حضرية وعلمية ولا اقتصادية واكتماعية ولا سياسية واقتصادية. طبعا ديني وعسكري. ارتبطت طريق التولي ابي باكر السديد حكم المسلمين بمبدأ. مش محتاجة ان انا كامل الاختيارات الشورى. اختر ايجابتين. استفاد علم الفقه في الدولة الاسلامية من عدة علوم. اهمها الهندسة الفيزياء الجبر التاريخ الفلك. لان وقتها الجبر والفلك. من العلوم العربية اللي ارتبطت بالتراث العربي قبل الاسلام. الجغرافية. الفلسفة. الكيميا. العروض الادب. العروض والادب. نيجي بعض الاسئلة المقالية بيقول لي اي صحة العبارة الاتية تاريخيا. شهد النظام الاداري نقلة حضرية كبرى في عهد الخليفة عمر بن الخطاط. اه. هقول له لانه انشأ الدووين. تمام استكمال لمنظومة الادارية بتاعته في الدولة. وفصل عمل الوالي عن الادارة المالية. اه. فسر اه او فسر حرص الخليفة المعاوية ابن ابي. كفيان على وجود العلماء في اه المجلس. كانوا ليه بيحطوا العلماء عشان ياخدوا مشوريتهم واحتراموا توقير لهم. طب حدد العلاقة بين الصين والصناعة في العصر العباسي. المسلمين كانوا عارفين صناعة الورق من الصين. تمام? وهارون الرشيد في عصر الدولة العباسية امر باقامة مصانع عشان يصنعوا الورق في فرسان. عدد الاصر الناتج عن وجود التنظيمات الحرفية في النشاط الصناعي في الدولة الاسلامية. عندي هنا ده اه ادى الى اه زي ما بتقول كده التطوير المهنة وتنظيمها اه انتاج ودقة في الصناعة بتاعتها. الحفاظ على المهنة وعلى اسرارها. التقدير اسعار المنتجات. الاجور. امتى ايام العمل. امتى ساعة الوقت بتاع العمل. ومساعدة اعضاء هذه الايه التنظيمات. طيب. حدد وجه الشبه بين الاسلوب المعماري في كنيسة سراكوستا ومسجد القيروان. اه. حلو اوي ستوال ده. ده لنسا اللي هو لك اخر حاجة. قلت لك برج كنيسة اه في مدينة سراكوستا بيشابه التخطيط في المأزن اللي هين اه في مسجد القيروان. تمام? اه يبقى انا عندي هنا التخطيط بيشبه المأزنة. التخطيط اللي في الكنيسة بيشبه المأزنة. لو الى هنا اعزائي طلبت وطالبات الصف اه الثاني استناوي. اتمنى اني اكون اه كفيت ووفيت في شرح مبسط اه اه لهم النقاط اه في منهج الترم التاني. اتمنى لكم النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.